ببساطة أهلها وطيب سجيتهم أبناء مدينة سيئون يحتفلون بالمطلع السنوي مطلع المطالع مطلع احتفوا به فرحا ورقصوا له طربا بالتزامن مع عيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر المجيد طبعا حفة السحيل تلتم بأهلها بالحواف المجاورة لها تشاركها في هذا اليوم بهذا الفرح الكبير طبعا تشاهدون نحن الليلة هذا الزخم الكبير وأهل السحيل وأمية ورهم يشاركون هنا في هذا الاحتفال الكبير كتيبة سحيل النور الجرارة تقتحم ساحة القصر السلطاني لتنفذ سقم المآسي وتنشد لعودة الوطن وطن وضعوه تاجا على رؤوسهم قادته حفظوا عهد الرجال للرجال فقبلت جباههم وهذا الزخم الذي تقدمه حافة سحيل النور إنما يستدل على أصالتها وتستعد على حضورها في كل المجالات ونشيد بها في كل محافة وهذه فعاليات سنوية لها أكثر من 110 سنين تقام هذه الفعالية توارثها الآباء والأجداد والهدف منها هو البقاء على تعريف الجيل الجديد على الموروث الشعبي وما خلفه الآباء والأجداد في حضرموت عامة وفي سوئون خاصة المطلع حدث سنوي يقصده السكان من الساحل والوادي للمشاركة في فعالياته الشعبية والاجتماعية والتراثية فعاليات تأسر لب الحضور وتنسيهم بعضا من قساوة الأزمات الراهنة محمد بحفين الغدر المشرق سيئون